أنا حلقات يوم السبت عشان هي حلقات أصحاب السعادة بيبقى عندي إحساس مختلف شوية لإن أنا كل ما بنتقابل مع المقبلين على الزواج أو الناس اللي في سنوات الأولى جواز بنحس كده إن فيه نفس جديد جاي في حياتنا وعشان كده بنبقى مهتمين جدا جدا إن إحنا نكرس في حبيبنا المقبلين على الزواج واللي في أول سنوات الزواج إن إحنا نأكد لهم على إن هم بيتجوزوا عشان يستقروا ويستمروا مش بيتجوزوا عشان ما يتطلقوش بيتجوزوا عشان يبقوا سعداء وعشان ده يحصل إحنا محتاجين شوية شغل على المسألة دي بشكل كبير أو أور حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرح لما يقابل الناس اللي على وش جواز أو في سنوات الأولى من الجواز وكان يتطمن عليهم صلى الله عليه وسلم يقوله كيف وجدت زوجك يعني عايز يخليه يفرح وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم هل كان منكم من أحد ينشد ويغني فيعلمهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصول الفرح لإن إحنا لازم نكون في حالة سعادة لما نتقابل مع أصحاب السعادة النهاردة بنتكلم عن حاجة مهمة قوي حد قابلني لما بتدينا نتكلم على حلقات الخطوبة وحلقات الإقبال على الزواج فسألني سؤال كان مهم إن احنا نتكلم عليه أنت تكلمت عن الاتزان وتكلمت عن الاختيار في الاتزان احنا فيه مسألة حساسة احنا وكان المجتمع كله ساكت عنها احنا المجتمع زاد فيه بنسبة ملحوظة الاترابات النفسية طيب لما يتزيد الاترابات النفسية احتمال كبير قوي يكون الشخص اللي جيه واختاره شريك حياتي إنه يكون اتعرض بشكل أو بآخر لدعم نفسي سواء كان مريض أو سواء كان محتاج لهذا الدعم النفسي أنا وبختار شريك حياتي اختيار متزن هل في الحالة دي احنا وإحنا بنقول إن في قاعدة عندنا بتقول الاتزان قبل الوزن يعني الإنسان يكون مستقر فيتجوز مش يتجوز عشان يستقر فإحنا عايزين إيه؟ عايزين حاجة مهمة جدا إن احنا نفهم حديث الرسول اللي عزيزة سلم من استطاع منكم الباقة فليتزوج جزء من مفهوم اللي استطاع الاستطاع النفسية آه في ناس ما بيقدروش إن هم يعيشوا مفهوم الزواج لأن هم عندهم حالة عدم استقرار حالة عدم استقرار يعني هو مش يقدر يعيش حياة الاندماج مع الشريك للحياة وإحنا عندنا حاجة مهمة جدا إحنا في اعتقادنا إن الاضطراب النفسي أو المرض النفسي مش جزء من هوية الأشخاص يعني إيه؟ ده عرض بيجي للشخص مش شيء ثابت عنده بس برضو عندنا قاعدة مهمة جدا جدا كمان في الجواز إن الجواز لازم يتبني على الوضوحه الشفافية وتكون المصرحة بحسب نوعه وطبيعة الحالة الموجودة دلوقتي وعشان كده لو بدنا نفصل في القواعد الأربعة اللي إحنا ذكرناها اللي هي الاتزان قبل الوزن وإن الاضطراب النفسي ده مش جزء من تعريف الهوية وإن المصرحة أمر مهم جدا جدا في مسألة الجواز وإن المصرحة بتكون بالقدر اللي موجود في الحالة الآن اللي إحنا فيها دلوقتي فلما نيجي نتكلم على الاتزان قبل الوزن نقول حاجة مهمة جدا في مسألة الاتزان قبل الوزن إن إحنا يا سادة وإحنا بنتعامل مع مسألة الجواز أرجوكم محدش يكون عنده أي نوع من أنواع الحياء إنه هو يقول إنه هو مش جاهز ولا مستقر نفسيا ولا جاهز للزواج دلوقتي أنا مش مع المبدأ اللي بتقوله الأمهات دايما عن أولادهم ولا بتقوله عن بناتهم أنا هتجوزها أنا هتجوزها وهي بعد كده هتنضج في الجواز لا إحنا محتاجين النضوج الأولي اللي هو بتاع أنا قادرة على أن أدخل في علاقة فيها اندماج ليه؟ كتير من البنات اللي بتخاف من الجواز بيبقى الخوف وصل إلى حد الرهاب في حد إلى حد الخوف المرضي فلو دخلت الجواز وفي حالات كتيرة جدا وفي النسب كتيرة لو دخلت الجواز بيحصل فشل في الجواز ده فإحنا لازم نتأكد إن خوفها هو الخوف الطبيعي اللي بعض البنات بتخافوا من الجواز لازم نتأكد إن ده ما يكونش الخوف ده وصل إلى حد للطراب وعشان كده كمان لو فيه واحد هو مش حاسس إنه هو قادر يدخل الجواز بس سنه كبر ووالدته قاعدة تضغط عليه تضغط عليه عشان ما يقولش عليك إن انت ماشي ماشي بطال فلازم تتجوز فإيه اللي حصل هو حاسس إنه هو مش مستقر نفسي ومش هيقدر يدخل فيه اندماج الزواج فهو داخل فهو مش داخل في حديث الرسول الله سلم من استطاع منكم الباقة فالتفلت زواج وهو مش مستطيع فالمفروض ينتظر وقد يكون محتاج إنه والانتظاره ده يحصل على دعم نفسي دعم نفسي يعني إيه؟ يروح لإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داءً إلا وأنزل له دواء ومهم جداً جداً إن احنا نرجع في الزمن اللي احنا فيه في الضغوط ده إن احنا نحترم بشكل واضح الدعم النفسي الدعم النفسي سواء يكون على إيد شخص بيتعامل مع الجزء السيكولوجي أو سيكاتريك بيتعامل مع الجزء المرضي فإحنا لازم نحترم ده طب وده معناه إيه؟ إن احنا لازم نقول إن المرض النفسي أي حد بيعاني من مرض نفسي ده شيء يتعلق بحالته وده ما ينفعش يكون وصمة وهو مش جزء من تركيبته وجزء من قدره اللي خلاص مرسوم له طول حياته لما نقول كده يبقى الناس لما هيجوا يدخلوا في الجواز هيكونوا مقدرين هم وصلوا الفين فالمرض النفسي مرض زي أي مرض جسدي يدوى بالعلاج وبالمتابعة وجزء من علاج وصمة المرض النفسي إن الشخص يقدر يواجه ده ويواجه ده بشكل واضح مع الناس ولما يتقدم لحد لأنه طول الوقت هو بيخب المسألة دي وبيتعثر لما ييجي ذكر المسألة دي وبيفضل عنده نوع من أنواع الوصمة المتركمة والمتزايدة فالشخص نفسه لازم يكون واضح مع الناس ويقول لهم أنا في الحقيقة تعافيت ولازم يقول كده لأن جزء من أجزاء التعافي هو مساعدة اللي حواليه يعني مثلا واحد عنده انتكاسة فدخل امرأة في حياته فده نوع من أنواع الظلم للمرأة وخاصة فيه حاجات فيه أمراض لازم بتستمر مع الإنسان فلازم يعرف أهل العروسة إنه كان عنده أو هي تعرف أهلها أهل العريس بإنه دوات موجود زي إيه ما ينفعش فيه حد يتجوز وهو مدمن ويتعافى من الإدمان وما يقولش لأهل المخطوبة لازم يقوله عشان الناس تبع على بصيرة وقررهم يكون واضح ليه؟ لأن من غشنا فليس منه ولازم الجواز يتبني على الوضوح والشفافية ولازم نعرف إن المصارحة أمانة وضروري الإخبار في بداية الخطوبة لبدء الحياة الزوجية على الصدق والشفافي والخاصة من البنات البنات عندهم خوف وعندهم حالة من حالات عدم الأمان فأي إخفاء حاجة زي كده بيحسسهم إنهما حصلوا طلوم خديعة كبيرة وما بيحصلش إنها تؤمن أبداً بإن فيه شخص عنده حاجة ممكن تؤثر على حياتهم في المستقبل وإن هو لما يخبيها إلا يحصل إن حياته ما تقدر تكون حياة مستقرة الإخفاء عند البنات بيساوي الكدب فالمصارحة مهمة عشان نتجنب مشكلات ممكن تحصل لشريك الحياة نتيجة المرض فمنصارحة عشان نضمن مساعدة الشخص المريض من شريك حياته هي لو إيه بلت خلاص عشان دوة خلي بالكم المرض النفسي بيحتاج إلى تكلفة تكلفة مش بس مادية الأهم من ده التكلفة النفسية وتكلفة الوقت وعشان كده بنصارح به عشان كمان في بعض الأمراض منها أمراض وراثية فلازم نهتم بالمصارحة فيها فنصارح عشان ضمان قدرة شريك الحياة على الإنفاق على المريض وتدعياته وبنصارح كمان عشان للترباط النفسية بتعدي فكسرت الاكتئاب على سبيل المثال ممكن يصيب أهل البيت بالاكتئاب ومن حقوق الثابتة اللي كفالها الشرع الشريف لطرفي عقد الزواج قبل ما يتعقد تحقق الرضا بينهم على ما به تقوم حياتهم وتستقروا إسرتهم ولذلك لازم يبقى فيه بيان بالعيوب اللي ممكن توصلهم إلى حد أنه ممكن يتأثر على الرضا ولذلك هل بقى الأشياء النفسية ممكن توصل إلى أن ده يكون عيب؟ آه في بعض الأحيين بيبقى عيب لما يكون المرض النفسي ده شديد للترب وما حصلش تعافي منه ولازم نرعي ده لأن الإمام المسلم روا في صحيحي عن فاطمة بن تقيس رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله على أن معاوية بن أبي صفيان وآبا الجه رضي الله عنهما خطباها كل الاتنين تقدموا له فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جه فلا يضع عصاه عن عاطقه راجل عنيف عند عمه وأما معاوية فالسلوق لا مال له وده معناه أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها وده يعني أني على الخطيب أن يعلم مخطبته وأهلها لو كان فيه عيب مؤثر على مقصود الزواج إما عشان تختاره ويبقى هي حرة في القبول وإما اللي تحذر وتعمل على تفادي ده عند حال العقد فالمصرحة بتكون بحسب نوع المرض وطبيعته في الحالة دي فأهل التخصص مثلا في الطب النفس بيقولوا أني في بعض الأمراض ممكن نتعايش معها وبعض الأمراض بيبقى صعب أن نحن نتعايش معها وعشان كده بتتقسم الأمراض النفسية إلى قسمين قسم الأولاني قسم يصعب التعايش معه وتحمل تبعيته وتحمل رعايته وعنايته وكل في المادية والبدنية وبنعكس بالسلب على استقرار أسره زي مثلا الفصام والبرانوية الفصام مش هيقدر يتعايش معه الشخص بشكل طبيعي وزي للترابات الزهنية الحد كالذهان والترابات المزاجية جل هوس والوسواس القهري الشديد فالأمراض دي من الواجب الإخبار بيها قبل البدء العقد وخاصة لو كانت مستمرة لأنها كمان بتستمر ويعتبر كتمنها نوع من أنواع التدليس والغش ويأسم من تعمد إخفاءه وفي نوع تاني من الأمراض يمكن التعايش بيها ومعها وما تؤثرش على استقرار الأسر ولا تضر بحقوق أطرافه فلا يلزم على المريض الإخبار بيها قبل العقد لانتفاق الضرر اللي ممكن يقع معه أو انتقاس حق الطرف الآخر من الأمراض اللي زي دي اضطرابات القلق القلق اللي بيحصل لبعض الناس أو الخوف أو اضطرابات النوم أو اضطرابات الأكل اللي ما توصلش بصاحبها إلى حد المبالغة والهستيريا طب دلوقتي احنا نعمل إيه بقى؟ على سبيل المسال أنا أب واحد اتقدم لبنتي وبيتعالج عنده دكتور أو بتتعالج عنده دكتور عندي وابنتي عندها قبول ومين لي أعمل إيه؟ نعمل إيه الإجراء اللي نعمله؟ نزور الطبيب النفسي معاه لأن زي ما احنا وضحنا فيه أمراض يصعب والعايش معه فأول إجراء نعمل إيه؟ هو جه والراجل واضح جزاء الله خيرا وضح المسألة هنروح للطبيب بتاعه مع الشخص ده ونجي نقول لهم والله ونقول له والله يا سات الطبيب أخونا ده ينفع يتجاوز ولا ما هو بنتي متعلقة بيه؟ هو راجل لطيف جدا 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 لكن ممكن عنده باي بورر إن هو باي بورر ده بيبقى عنده اضطراب في المزاج ممكن يضحك ويبقى سعيد جدا جدا وفي لحظة ينقلب ويبكي بس هي الدرجة بتاعته ممكن يتعايش معه وأنا بنتي متعلقة بيه فخلاص هنروح مع الطبيب عند الطبيب ونسأله هل ممكن ده يتعايش معه ولا قالنا ممكن يتعايش معه يبقى أول إجراء نعمله إن احنا نزور الطبيب معنا ولازم الشخص اللي عنده ده يكون متقبل ده الحاجة التانية نشترت عليه الاستمرار في العلاج يعني الشخص اللي عنده ده نشترت عليه إن هو يستمر في العلاج وده حاجة التالتة نقول له اسمح لي في أي وقت إذا تطور مرض بتاعك وحصل إنه بقى لا يتحمل أو حصل انتكاسة أو أسرت في العلاج إن احنا نقف وقفتان ونعيد تقييم الموقف نعيد تقييم الايه؟ الموقف لا لشيء إلا إنه مش كل البنات تستطيعن إن انت تتحمل المرض النفسي ومن المهم إن احنا نتأكد إن ببعض ما ده تتم المصارحة تضوء ضروري إن احنا نحفظ سر الشخص ده مش من حقنا إن احنا لو حصل إن احنا افترقنا إن حد يتكلم عن سر الشخص ده ليه؟ في مجتمع ما زالت فيه وصمة المرض النفسي مش من حق إننا نحن نتكلم عن ده حتى لو سؤلنا اللي عايز يعرف يتأكد بنفسه سواء الزوج تم أو ما تمش مش من حقنا وما يحصلش أبدا أي نوع من أنواع اللي احنا بنسميه للأسف معايرة أو إن يكون فيه أي نوع من أنواعنا لانتقاس عشان كده احنا بنكون عاون للشيطان على أخونا وعشان كده بالإجراءات اللي احنا ذكرناها دي احنا تعرضنا مع حالة يبدو لكتير من الناس إن الحالة دي خاصة بس أنا بقول لكم دي مش حالة خاصة ده سؤال كتير جنة